أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام جاءت الشريعة الإسلامية ببعض الأحكام التي تضمن استقرار أحوال الناس والتي تضمن استقرار المجتمعات والتي تبعد عن الإنسان الضرر وتبعد عن الإنسان كل ما من شأنه زرع الغل والحقد والكراهية والبغضاء من هذه الأشياء التي جاءت بها الشريعة الإسلامية الوفاء بالعهد ورعاية العهد والمحافظة على الوعد وعدم الخلف فيه يأمرنا الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بأننا متى وعدنا غيرنا بشيء أو عاهدناه على شيء أن نلتزم بذلك ما دام الأمر لا يخالف شرع الله عز وجل فيقول الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ وَاللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا كما قال الله عز وجل بيّن أن لهم صفات وأن هؤلاء العباد الذين يتصفون بالإيمان ويتصفون بالفلاح هؤلاء لهم مقومات هي التي أوصلتهم إلى هذه المنزلة وهذه الدرجة ذكر الله عز وجل ذلك في بداية سورة المؤمنون حينما قال قد أفلح المؤمنون ما هي صفاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ثم ماذا بعد ذلك ثم يقول الله عز وجل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هؤلاء الأفراد هؤلاء الأشخاص الذين التزموا بهذه الأشياء أولئك هم الوارثون ماذا يرثون ما الذي يرثونه هل يرثون مالا مثلا لا إنهم يرثون جنات النعيم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسة هم فيها خالدون في سورة الرعد الله سبحانه وتعالى يعقد لنا مقارنة بين الذين يوفون بالعهد وبين الذين ينقضون ويخالفون فيبين أن الذي يفي بعهده والذي يلتزم هو من المفلحين هو ممن يدخل جنات النعيم وفي المقابل الذي يخالف العهد والذي ينقض وعده والذي لا يلتزم بما وعد هذا في مصير والعياذ بالله في نار جهنم خالدا فيها فيقول الله عز وجل إنما يتذكوا أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق بعد ذلك بآية يقول أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار النوع الآخر والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار فانظر أيها المشاهد الكريم الذي يفي بعهده هو من عباد الله المؤمنين المفلحين والذين ينقض العهد هو من الخاسرين إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نحافظ على عهودنا وفي نفس الوقت يحذرنا من المخالفة لأنها ستأخذ بنا إلى أن نكون من المنافقين فيقول عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا من هذه الأشياء الأربعة إذا عاهد غدر إذا عاهد وإذا وعد شيئا أخلف وعده ولم يلتزم به ثم إن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز مدح سيدنا إسماعيل عليه السلام وذكر أن سيدنا إسماعيل عليه السلام مدح بصفات يقول الله عز وجل في كتابه واذكر في الكتاب إسماعيل ما الذي قام به إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على شرعه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الأخلاق الطيبة مردا جميلا إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته